موسيقى أهلا بكم أدخل الغزو الأمريكي الذي تحل ذكرى الحادية والعشرون العراق في دوامة الفوضى والعنف والاضطراب وعدم الاستقرار والمستمر منذ 20 أو 21 عاما حيث استنزفت الحروب التي تفجرت بعد الغزو الأمريكي موارد ومقدرات العراق وأغرقته في مستنقع عزمات متوالدة وفساد حكومي غير مسبوك في أجهزة الدولة كافة وفجرت توترات طائفية وعرقية كما عززت حرب احتلال العراق نفوذ إيران ومكانتها في المنطقة ما فاقم التوترات السياسية والصراعات بالوكالة عبر الميليشيات الطائفية وفرق الموت وفشلت الولايات المتحدة في تحقيق الهدف المعلن لغزوها للعراق وهو أرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل العراقية التي ثبت زيفها وكذبها لاحقا فكان للغزو الأمريكي للعراق عواقب وخيمة وطويلة الأمن ما أكد مخاوف أولئك الذين عارضوا ورفضوا هذه الحرب غير القانونية وغير المشروع الوضع العراقي في الذكرى الحادية والعشرين للغزو الأمريكي للعراق واتبعات الكارثية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل فعلا أن الاحتلال الأمريكي ما زال مسلطا على رقاب الشعب العراقي ومستمرا بأشكاله وصوره العسكرية والسياسية كما تقول هيئة علماء المسلمين في العراق وكيف يبدو العراق اليوم بعد 21 عاما من الغزو الأمريكي الذي حطم مقومات الدولة كافة وهشم وشوها الهوية الوطنية الجامعة وكيف وفر هذا الغزو الفرصة والبيئة للتغول الإيراني في العراق والمنطقة العربية وما مخاطر بقاء مشروع الاحتلال الأمريكي وعمليته السياسية الفاسدة على العراق دولة وشعبا وهوية وطنية جامعة ضيفة الطاولة رافع الفلاح صباح المختار أقل ما يمكن أن يصف به الباحثون في شأن السياسي العراق في الذكرى الحادية والعشرين لغزوه أنه بلا دولة وما يندرج تعت هذه الكلمة من حالة ضياع سياسي وانهيار مؤسساتي وفوضى أمنية مهدت الأرضية لتسلط الميليشيات على الحكم ليكون العراق حسب المواصفات الدولية لمفهوم الدولة أرضا مستباحة مرور عقدين على الاحتلال الأمريكي وحلفائه للعراق كشف أن هدف الغزو لم يكن مجرد إسقاط نظام وإحلال نظام آخر بل كانت القضية أخطر من ذلك تتناول تفكيك العراق وإدخاله في متاهة فوضى لا تجد من يحتويها أو يضبطها وبدأ ذلك بتفكيك الجيش العراقي وجمع لفيف من القوى تحت مسمى المعارضة لبناء عملية سياسية جاءت بفكر الانتقام من العراق لا من نظام حكم العراق لفترة معينة تجلى ذلك الانتقام في التعامل مع مقدرات البلاد وأمواله كغنيمة حرب تتصارع عليها الأحزاب ثم إنشاء ميليشيات تدعم كل حزب وتحميه من الشركاء الخصوم وتتقاسم المناصب من الوزارات حتى أصغر المؤسسات التابعة لها في المقابل أهملت البنية التحتية ودمرت القطاعات الصناعية والتجارية وتحول العراق إلى مستهلك للبضائع الأجنبية ولسيما الإيرانية وذلك ما ساهم في إضعاف قوة الدولة من الناحية الاقتصادية من الناحية الأمنية ساهمت الفوضى في انتشار ملايين القطاع من السلاح بمختلف أنواعها عند الشعب وأصبح الخوف دافعا أساسيا للتمترس وراء العشائر وخصوصا بعد نفوذ الميليشيات وتحويلها العراق ساحة حرب بالوكالة دفع ثمنها مئات الآلاف من العراقيين قتلا وتهجيرا وتشريدا ومن التدعيات السلبية لحكومات الاحتلال كذلك إفساد قطاع التعليم من أجل نشر الجهل والأمية وإغراق الشارع بالمخدرات للهروب من الواقع المر لن ينتهي الاحتلال ولو لم يبقى جندي أجنبي واحد في العراق طالما بقي من ينفذ أجنداته تحت مظلة العملية السياسية القائمة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في الوضع العراقي في ظلال الذكرى الحادية والعشرين للغزو والاحتلال الأمريكي للعراق الذي حدث في عام 2003 والتبعات والتداعيات التي ترتبت على هذا الغزو في العراق وفي المنطقة ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي هنا في الستوديو سيكون معنا أفرس كايب من العاصمة البريطانية لندن الأستاذ صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا أهلا وسهلا بي الضيفين الكريمين وكل عام وأنتم بخير أياكم الله كل عام وأنتم بخير نبدأ مع دكتور رافع دكتور الآن تمر وتحل الذكرى الحادية والعشرون للغزو الأمريكي للعراق كيف يبدو العراق الآن بعد واحد وعشرين عام الاحتلالة وغزوة كيف يبدو بسم الله الرحمن الرحيم حييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم أستاذ صباح حقيقة بعد واحد وعشرين سنة من احتلال العراق هذا ما أكدته رسالة هيئة علماء المسلمين في العراق عندما وجهت رسالة قبل أيام في الذكرى واحد وعشرين لاحتلال العراق قالت أن العراق ما زال تحت الاحتلال لأن نفس الظروف التي كان فيها العراق عام 2003 ما زالت هي هي من يتحدثون عن انتقال العراق من مربع إلى مربع آخر يقذبون ويحاولون تشويه الصورة وتضليل الناس الوضع في العراق من سيء إلى أسوأ ما رفعته الولايات المتحدة الأمريكية ومحتلة العراق من شعارات وما رفعه من شعارات كل الذين توالوا على حكم العراق خلال الواحد وعشرين سنة كلها شعارات كاذبة ومضللة ومؤذية وتتقصد إسقاط العراق الحقيقة كل الجهد الذي بذل منذ عام 2003 لحد الآن كان وما زال يتقصد إسقاط العراق إسقاط هذا البلد بشكل كامل ومن يتابع الأحداث التي حصلت خلال واحد وعشرين سنة ونتائجها وتداعياتها سيجد أن العراق الحقيقة يعني الولايات المتحدة حققت من وراء العراق مشروع الذي جاءت من أجله لم تأتي للولايات المتحدة من أجل إزالة نظام ديكتاتوري مثل ما قالت لم تأتي من أجل أسلحة دمار شامل لم تأتي من أجل ديمقراطية هذا كذبة كبيرة وظهرتهم واعترفوا بها جاءت من أجل إسقاط العراق من أجل إخراج العراق من معادلة القوة التوازن في المنطقة وهذا ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تتوافق وتتخادم مع إيران منذ البداية لأن الهدف واحد عند إيران وعند الولايات المتحدة هو أن يكون العراق ضعيفا وأن يكون العراق ضعيفا أي لا يملك أي مقاومات لكي يقف على قدمه لكي يبني نفسه لكي يطور نفسه لكي يبني تجربة جديدة تؤهل العراقيين للعب دور في المنطقة ولعب دور في بلدهم على الأقل هذا غير موجود الواحد وعشرين سنة أثبتت أنه يعني العراق خارج كل معادلات القوة والوزن في المنطقة كلها العراق مجرد تابع ينفذ كل الحكومات تابعة منفذة هذا ما أريد للعراق لذلك التجربة عندما تقولها يعتبر أن المسلمين في رسالتها أن الاحتلال ما زال قائم واقع حال حقيقي جدا جدا ووصف دقيق جدا جدا لأنه 21 سنة لم يتغير العراق إلا للأسوأ يمضي للأسوأ ولذلك هذه المعادلة الغريبة العجيبة أن أهل العراق يتحصرون على الماضي برغم كل ما في الماضي لكن يتحصرون عليه يجدون في الماضي ما كان ما لا يجدونه اليوم وهذا عكس كل دول الدنيا كل دول الدنيا الآن تتطلع إلى المستقبل في حاضرها تتطلع إلى المستقبل وتنظر إلى المستقبل بعيون مفتوحة نحن في العراق المستقبل مغلوق أمامنا مجهول جدا فوضى عارمة لا نعرف أين يتجه العراق لذلك السؤال إلى أين يتجه العراق واحد من أصعب الأسئلة لا يمكن الإجابة عليه العراق أين يتجه يعني في ظل هؤلاء سيتجه إلى الخراب وهم يتجه إلى قاع الهاوية هل سيخرج من هذا القاع؟ لا أحد يعرف هذه النتيجة بسبب هذا الاحتلال بسبب تداعياتها بسبب ما حصل للعراق لذلك شكل العراق الآن اللي حضرتك تسأل عنه شكل مزري شكل رف مؤذي لم يعود العراق عراقا هوية لا يمتلك البلد لا يمتلك هوية لا يمتلك وجود لا يمتلك قدرة على النهوض العراق تسكنه الفوضى تسكنه الحسارات والألم والضياع ذلك أي حديث عن تفاؤل عن قدرة للنهوض أجده حديثا عبثيا وحديثا غير غير مجدي ولا يصف الواقع بشكل حقيقي أما أن يتحدث للبعض عن وجود مطاعم وجود بناق وجود مجسرات معرف منه هذا كأنه تطور للعراق هذا الحقيقة محاولة لتجميل وجه قبيح جدا جدا وجه هذا خلال وعد عشرين سنة وجه قبيح واقع قبيح يحاولون أن يجملونه بهذه القضايا التي لا تنفع ولا يعني ليس لها إضافة إلى حياة العراقيين وليس لها إضافة تنموية في حياة العراقيين وهذه غير موجودة مع الأسف الشديد مساء الخير أستاذ صباح كل عام أنت بخير وأنت بألا بخير أنت والمشاهدين الكرام شكرا جزيلا الحقيقة الباحثون السياسيون والمراقبون العراقيون وغير العراقيين والناشطين العراقيين وقوى وطنية تقول أن الاحتلال ما زال مسلطا على العراق بأشكال سياسية وعسكرية قضية أن الاحتلال غادر العراق أخرج جزء من قواته الحقيقة عملية تلاعب على الألفاظ والتراكيب الاحتلال ومشروع الاحتلال ما زال في العراق كمراقب ما هي دلاء الإمارات علامات على وجود استمرار الاحتلال الأمريكي بهذه الصوة سياسية وعسكرية في العراق أنت تراها أولا أنا أظن أن الرأي القائل أن الاحتلال الأمريكي ما زال مسلطا على رقاب العراقيين ومستمر هو قول دقيق وصحيح لكن أريد استأذنك بالرجوع خطوة واحدة فقط بدقائق بالنسبة إلى مشاكل العراق يعني لفهم لماذا وصلنا إلى هذا مشاكل العراق ابتدأت حينما انتقل العراق من المعسكر الغربي في العهد الملكي وحلف بغداد وإلى آخره إلى المعسكر الشرقي ثم بعد ذلك انتشار الخط القومي العربي ليس شعبيا فقط وإنما على الجانب الرسمي وبعد ذلك تم تحريك إيران فيما يتعلق بالموضوع الكردي وما تبعه من قضية شط العرب والحرب العراقية الإيرانية ثم بعد ذلك تم تحريك الكويت بشأن النفط وما تبعه من احتلال الكويت أمريكا لديها في رأيي أنا احتقار للعرب واحتقار للمسلمين على وجه الإطلاق هناك حكام عرب تهمهم الكراسي ولا يهمهم الوطن لذا فقد وصل إلى الأراضي السعودية ربع مليون جندي أمريكي وقال الحاخام نيويورك الذي وصل عام 1991 إلى السعودية قال قولوا لمحمد لقد عدنا وكذلك الدول الأوروبية أرسلت عشرات الألوف من القوات بما فيها أقصى دولة بالكرة الأرضية اللي هي آيسلندا وأقصى دولة بالجنوب بالقطب الجنوبي اللي هي نيوزيلندا الفكرة كانت الأساسية التي أعرضها الأمريكان أنهم يريدون تحرير العراق وهذا هو قلب للمفاهيم التحرير عادة أن الوطن يتحرر من الاحتلال الأمريكان يريدون أعلنوا وهذا ما وافق عليه أخواننا العرب أن التحرير هو أن يأتي الأمريكي لحرر العراقي من العراقي أعلنوا نشر الدموقراطية ولكن الدموقراطية تم استيرادها كما لو كانت بضاعة تشترى من السوق وتوزع أعلن عن سيادة القانون وإذا القانون ينتهك من قبل برامر من البداية القرارات المئة التي أصدرها قالوا سيجعلون العراق نموذجا يحتذا به الآن أصبح العراق نموذجا يشار إليه من نكبات قبل خمسة أيام قرأت مقال بالنسبة للأمريكان يقولون أن أمريكا ستدخل في تجربة عرقنة غزة أي أنها أصبح العراق مثل يستعمل لكيفية القيام بعمل إجرامي غير مخطط له ليس له هدف والنتيجة مع تدمير الدول الدول تم تدميرها بالحرب العالمية الثانية وغيرها تم تدمير الدول والمؤسسات والمنشآت احتلال العراق هو الاحتلال الوحيد الذي قام بتدمير المجتمع الهيكلية المجتمعية الأفراد والعوائل وكل ما تطلب ذلك من الصحة والتعليم وإلى آخره هذا هو كان الخلفية للاحتلال الأمريكي الاحتلال الأمريكي لكي يحقق هذه الأهداف استعان بإيران لأنه غير قادر الأمريكي الجندي الأمريكي غير قادر حينما دخل إلى العراق غير قادر على معرفة من هو مع من ولكن حينما جيب شوية إيرانيين وآخرين من المؤيدين إلى إيران من الأسماء ومن المنطقة ومن المنطقة في المدينة ومن المدينة يتم تحديد الهوية وبالتالي يتم التعامل معهم على هذا الأساس ثم وضع الدستور الذي هو دستور طائفي تحدث عن موضوع الشيعة وسنة وألغى العراق إذا تسمع كل ما قيل من 2003 لحد الآن العراق فيه شيعة وأكراد وسنة ليس فيه عرب لأن هذه هي الفكرة من تفتيت المجتمع الوضع الذي يعانيه العراق الآن أنا أعتقد هو أسوأ مما يحصل في الصومال وأسمع أسوأ مما يحصل في أفغانستان وحتى أسوأ مما يحصل في الدول العربية المنكوبة مثل اليمن وليبيا وسوريا لأن العراق تم تقسيمه إلى شراذ من البشر بحيث أن هناك أشخاص يعيشون في الجانب الغربي من العراق يعني بالرمادي وغيرها يتحدث عن موضوع الإقليم السني وأنا ما نتأكد أن هؤلاء الأشخاص أصلا يفهمون ما هو مفهوم الإقليم ولا حتى يستطيعون تحديد ما هو مفهوم السني إحنا ما لا نتحدث على واحد من يصلي يتكتف ولا يسبل هذه المسألة فهذا التأثير هو التدمير الكبير الذي جرى للعراق والذي لا زال مستمرا ولكن الآن الذين يقومون بتحريك الصورة هم ذيول إيران وعراقيين فقدوا كل الذمة وكل الغيرة والأخلاق وهذا يشمل كافة الطوائف والأشكال والأقوام عرب وكراد وحسنة وشيعة ومسيحيين وإسلام أشكرك على هذا الإيجاز الحقيقة القيم دكتور رافع الحقيقة أن الأمريكان بعد الغزو الأمريكي الغزو وقارة الغزو وضباط الغزو وجيش الغزو واضح أنهم كانوا يريدون تدمير الدولة وليس عملية تدمير النظام لكونه يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين أو لأنه يمتلك أسلحة دمار شامل وإلا لكان اكتفي بتدمير النظام وقد أسقط وأيضا لم يتضح أن هناك أسلحة دمار شامل إذن لماذا استمر المشروع في تدمير مقومات الدولة العراقية وركائزها وأسسها ولاحقا سنتحدث حتى عن تهشيم وتشوه المجتمع العراقي قيما ومبادئا وعرافا وهوية ووطنية جامعة وصار التعاون مع الشعب العراقي مكونات وليس شعب أستاذ ماجد أنت في سؤالك حقيقة فضى أنا في الإطار الذي سنتحدث به نعم أنت لا تتحدث عن حدث معين حدث عارض أو حدث جرى بسقف زمني معين من الفترة الفلانية الفترة الفلانية وانتهى أنت تتحدث عن مشروع وذكرت في سؤالك مشروع لذلك نحن نتحدث عن مشروع احتلالي مشروع الاحتلال 21 سنة له خطوات متعاقبة واحدة تلي الأخرى وهذا قطار ركبوا السكة ومر في محطات كثيرة وصولا إلى المحطة التي هو فيها الآن ومحطات كلها فيها خراب ودمار للعراق الحقيقة هذا يجعلني أتحدث عن قضية مهمة جرت الآن في الذكرى 21 للإحتلال والحديث عنها يؤكد أن المشروع بدأته أمريكا واستمر بكل الحكومات المتعاقبة التي جاءت بها أمريكا لذلك المشروع باقي المشروع ماضي في طريقة وسأقول لك لماذا في الذكرى 21 قبل أيام تحدث رئيس الوزراء الحالي محمد الشاع السوداني قال بالنص يعني ستتكلم بالنص الذي قاله قال أنه تسع نيسان يمثل حدثا تاريخيا يعني لماذا نحن نسأل لو أشوي يراه رئيس الوزراء الحالي حدث تاريخي قال لأنه حدث أحدث فرحا بسقوط النظام طيب وقال سقوط الدكتاتورية بعد أن أوغلت في الظلم طيب أدخلت البلاد في حروب وصراعات دموية تسببت في العزلة والعداوة والبغضاء في المنطقة وجنى شعبنا منها الموت والعوز والتخلف والمرض وفقد على طريق الحرية هكذا يتحدث صفوة من شهداء الحركة الإسلامية والوطنية وهذه كلها تحت خطوط لأنه ستحدث عنها وقال لقد كانت مسيرة السنوات الواحد وعشرين لخصة للقضية مسيرة السنوات الواحد وعشرين الماضية خير وثيقة على تلاحم العراقيين وتأكيد العيش المشترك بكل الأطياف المتاخية هذا اللي قالت ورجع مرة أخرى لذلك كانت تحدثت عن حديثين رجع مرة أخرى كتب فيه وهو يسافر لأمريكا في مقال كتبه نشرته مجلة فورين إفرس الأمريكية قال قبل عقدين من الزمن ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية الشعب العراقي في الإطاحة بالنظام الدكتاتوري ووضعت الأسس لنظام ديمقراطي في العراق وأيضا هذا نخلي تحتها خطوط ومكن العراقيين من تذوق طعم الحرية لأول مرة قضى على القم هذا النظام الجديد وسوء استخدام الموارد الذي كان سببا في مشاكل ليس لبلدي فحسب بل للمنطقة على نطاق واسع هذا الكلام يجي عليها واحدة واحدة نعم هذا الكلام الغريب العجيب يقول أولا علينا أن نتذكر ونذكر بقضية مهمة جدا أن تعارض وتقف ضد نظام معين يختلف تماما أن تعارض وتقف ضد بلد الاختلاف كبير جدا جدا أن تقف ضد نظام وأن تكون معارض لنظام معين وأن تقف وتعارض وتقف بعداوة ضد بلد هذا اختلاف كبير جدا جدا الجماعة خلطة بين القضيتين لذلك نحن الآن نرى كل الذي قاد الذين يقودون العراق الآن كانوا معادين للعراق كانوا يعملون مع قوات أجنبية خارجية تقف ضد العراق وتقاتل العراقيين وكثير من عندهم وشخصيات كثيرة لأن نذكرهم لأن نذكرهم قد يعني يعطيهم قدر معين لكن قاتلوا حتى في الحرب العراقية الإيرانية مع الإيرانيين ضد العراقين وقتلوا من الشيعة والثنة والأكراد والعرب كانوا يقاتلون شعب العراق بغض النظر عن شكل النظام هذا ليس له علاقة بنظام سابق ونظام لاحق جمهوري ملكي لا وليس له علاقة بسني والشيعي وكردي وعربي ومسلم هذا إلى علاقة بالعراقيين عراق وعراقيين أنت تقاتل شعب بغض النظر شكل النظام شنو لا يمكن أن تقاتل شعبك والشي البندقية وتقاتلهم اللي قتلتهم أنت الآن وقاتلتهم أنت الآن جايدة تحكمهم فلاحظ المنطق الغريب وتتحدث عن مظلوميتهم نعم فهذه قضية غريبة الآن تحكي بوطنية وتتكلم بوطنية وشعارات وطنية عن شيء أنت قاتلت واعتبرت والآن تتكلم عن مظلومية شعب وهذه قضية غير مفهومة ولا يمكن قبولها ولا يمكن مو ممفهومة ممفهومة جداً لكن لا يمكن قبولها بأي بأي تفسير كان هاي وحدة الثانية يقول النظام السابق أدخل البلاد في حروب وصراعات دموية تسببت في العزلة والعداء والبغضاء وشاف شعبنا الموت والعوز والتخلف والمرض وفقدنا على طريق الحرية هذا شهداء من الحركة الإسلامية والوطنية أي حركة إسلامية ووطنية إذا كانت هذه الحركة الإسلامية والوطنية منذ 21 سنة للتحكم العراق الآن هذه الأحزاب الدينية ما هي هذه؟ هذه المتهمة بالفساد والخراب والسرقة والنهب 2 مليارات دولارات 2 تريليون دولار عراقي 2 تريليون دولار من ثروات العراق النفطية بددت خلال 21 سنة بيد هذه الأحزاب اللي تسميها أحزاب إسلامية ووطنية هل هذه أحزاب إسلامية ووطنية فعليا؟ ومتهمة بتفجيرات في الإذاعة والتلفزيون وفي وزارة التخطيط والمستنصرية نعم هذه الأحزاب هي الوطنية والإسلامية لتقاتل الشعب كامل وتفجر وتقتل وتذبح هذه كانت معارضة للنظام ومعارضة للعراق ما هو هذا الشكل؟ الآن تكذبون علينا بهذه الطريقة لا يمكن قبولها لا يمكن قبولها القضية الأخرى ومسيرة السنوات الـ 21 يقول وهذه اللي كنت أقول خلي تحت خطوط 21 خير وثيقة على تلاحم العراقي وتأكيد العيش المشترك والتاخي أي عيش مشترك العراق من 21 سنة تمزق المجتمع سنة وشيعة وخطاب طائفي وتمزيق وعشر ملايين عراقي هاجروا من العراق ومدن دمرت وجوامع هدمت ومغيبون ومختفين وناس مختفين ومغيبين ومصائب كبيرة وأنتم لديكم صراعات الآن حتى مع شركائكم بالعملية السياسية أنتم لديكم صراعات الآن مع الأكراد وصراعات بين الشيعة نفسهم وصراعات مع السنة دكتور هاي نقطة قبل 2003 هل كان هناك مشكلة في العيش المشترك بين الطوائف الشعب العراقي ما هو هذه القضية الآن تأتي بعد 21 سنة تريد تزورينا التاريخ وتقول لنا أنه الشعب العراقي كان مجتمعا ما مصالحه يا نفسه نعم كانوا الشيعة وصنة وموجودين وكانوا خلافات معينة خلافات عقدية غير شكل لكن لم تكن تؤدي لها صراعات لم تكن هناك صراعات لم تكن هناك تمييز هذه قضية في وزارات كثيرة الوزير شيعي والمدراء العامي شيعا كلهم لكن هذا لا يعني أن الدولة كانت شيعية هذا مدفعا عن نظام ما لا علاق النظام النظام سقط وراح قبل 21 سنة ونتأتي القضية الآن تتحدثون بطريقة أخرى تريدون أن تزوروا التاريخ وتجعلوا من التاريخ منصة لتمرير هذه السفاهات وهذا البغض وهذا الحقد وهذا الكرة هذا لا يمكن قبوله الآن يعني دعني مرة أخرى باقتصادك تقعد نفاصل نذهب إلى الفاصل وربما نكمل بعد هذا ماشي بالاستئذان من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود ليكمالي النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار من شهدائها وأسراها وجرحاها من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة نأتيكم في برنامج من فلسطين عينكم على الأرض المحتلة اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار تبحث الحلقة في الوضع العراقي في الذكرى الواحد والعشرين أو الحادية والعشرين للغزو الأمريكي للعراق وما ترتب عليه من تبعاء ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ صباح المختار دكتور اكمال الفكرة التي بدأت بها قبل الفاصل وباختصار نعم تختصر وربما نكمن عن هذا الحديث ستحدث عن حالة واحدة عندما يقول رئيس الوزراء الحالي أن هذه مناسبة فرح هذا يجعلني أذهب إلى التاريخ قليلا سأقول لك كيف يمكن الاحتلال أن يكون فرحا كيف يمكن للشعب أن تتحدث معه وأنت في الكرسي الأعلى أنت الحاكم الرئيسي للعراق رئيس الوزراء العراق يقول هذه مناسبة فرح يعني مثلما واحد أو كل مجلس الحكم كانوا يريدون أن يجعلوا من يوم 9 نيسان احتلال البغداد احتلال العراق عيدا وطنيا هذه الكارثة الكبيرة لاحظ تزوير التاريخ نعم وسأتحدث عن ثلاث حالات بشكل سريع في من 14 آيار 1940 لغاية 25 آيار 1940 دخلت القوات الفرنسية دخلت القوات الألمانية إلى باريس واحتلت فرنسا واعلنت فرنسا دولة خاضية على الاحتلال الألماني 84 سنة مضت لحد الآن الشعب الفرنسي في هذه الفترة أو هذا اليوم 14 إلى 25 يعتبرونه يوم سواد وحزن كبير في عام 1990 باناما كان يحكمها نوريغا ومعروف أنه كان من جماعة سي آيار الأمريكية ويشتغلوا إياهم وتاجر مخدرات هكذا معروف ورجل عصابات يحكم خطفوا الأمريكان خطفوا الأمريكان وجو يحتلوا في 31 كانون الثاني 1990 لحد الآن رغم أنه هذا الدكتاتور ورغم أنه تاجر مخدرات وهو من السي آيار لكن شعب البانامي ورغم وقوعه قريبا من أمريكا والأمريكان متحكمين بي يعتبرون هذا اليوم يوما أسوت في تاريخهم إلا الطبق السياسي في العراق نعم القضية الأخرى نحن في عام 1991 و2003 ضرب العراق بقسوة شديدة من الأمريكان بقسوة لم تحصل في التاريخ وقدرت عدد المقذوفات على العراق بأكثر من سبع أو تسع قنابل ذريم اللي ضربت فيها هيروشيما وأسأذكر هيروشيما وأنا كذاكي اللي قصفت يوم ستة وتسعة آب 1945 نعم في نهاية الحرب لا أمريكا قصفتها هذه الأيام أيام سواد وحجن في اليابان لحد الآن هكذا تتعامل الشعوب مع الأيام السيئة اللي تدخلت بها قوات أجنبية إلا في العراق يعتبرونه يوم فرح أنت بغض النظر أنت ضد النظام شكل وضد بلدك شكل آخر تزور التاريخ شكل وتتحدث عن التاريخ بطريقة مهينة ومعيبة وتريد للشعب أن يصدق هذه الكذبة ويقبل بالاحتلال على أنه جيش تحرير هذه قضية أخرى آسف جدا طولنا عليك سيد صباح تسلم لي السؤال كيف ولماذا حولت الولايات المتحدة الأمريكية وهذه القوى السياسية التي استجلبتها من المنفى وصممت بها العملية السياسية حولت المجتمع العراقي إلى طوائف إلى إثنيات إلى عرقيات بعدما كان شعبا معلقا نتحدث على الدورة العراقية الحديثة من 21 شعبا واحدا بهوية وطنية يعني جامعة والمحاولات ما زالت جارية طبعا جرت المحاولات من 2003 لتفجير هذا الانسجام هذا الوئام هذا الهدوء المجتمعي لأي مصلحة هل تفجير الوضع المجتمعي خدمة للاحتلال يخدمه هذا هو كان جزء من سؤالك قبل الفاصل من سألت أنه لماذا بعد 21 سنة الأمريكان موجودين الأمريكان موجودين لأنه أولا المهمة لم تستكمل المهمة هي تدمير العراق العراق دولة مهمة في محيطها بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى أهمية العراق تجعلها هدف للأمريكان وجود العراق يجب تدميرها يجب تدميرها كأمة كشعب كدولة كقوة في المنطقة أمريكا بذلت جهد هائل وحققت الكثير من هذه يعني قتل أبنائنا ودمرت مدنة وهجروا كل الأشياء التي كنا نعرفها لكن لا يزال العراقيين هم عراقيين هناك نعم مشاكل وهناك خلافات وهناك عداء وهناك سلوك لا يمكن قبوله وفق أي معيار لا ديني ولا أخلاقي ولا قانوني من قبل المهيمنين ولكن بصورة عامة الفرد العراقي الآن هو بعد عراقي وبالتالي لا تعتقد أن هناك واحد من العراقيين اللي هو ابن أوادم مثل ما نقول نعم أنه استعد أن يخون جاره سواء كان جاره شيعي ولا سني ولا مسيحي ولا كذا لا تزال الهوية العراقية موجودة نعم الآن تخضع إلى ضغط هائل شبابها يقتلون وهناك محاولة لتغيير المجتمع بين المخدرات وبين العداء للدين وبين الانحراف الجنسي وكل هذه الأشياء لكن الأهمية العراقية تبقى والشعب العراقي سيبقى الأمم لا تموت العراق دفع ثمن بعض لكن العراق سيبقى موجود وسيعود يعني هولاكو وغير من الحملات فعلت بالعراق يمكن بنفس القسوة أو لفترة أطول أو أقصر أو بقسوة أقل ولكن العراق بقي إذا تذكرنا العراق في السنوات قبل هذه السنوات السيئة العراق وصل إلى مرحلة كاد أن ينتقل اقتصاديا وهذا ليست سياسة كاد أن ينتقل من الدول النامية إلى الدول المتقدمة لأن العراق بنى القوات القدرات الإنسانية والاقتصادية والزراعية والصناعية والعلمية وإلى آخره العراق لا يزال موجود هناك ثمن باهض الدفع الأمريكان لا يزال موجودين لتحقيق هذا الهدف لكنهم لن ينجحوا في هذا الهدف يعني يؤسفني أنه يمكن لن أعيش لأرى عودة العراق ولكن أنا لا شك لدي أن العراق سيعود إلى إن شاء الله عمر طويل تعيش وتراه إن شاء الله بالذي تتمناه الله يخليك لكن هذا البلد هذا عند حضارة ثمانتلاف سنة خمستلاف سنة هذه ما تنتهب شوية ناس يجون يجبون قوات وإلى آخر فبالنسبة إلى الوضع في العراق الآن بالرغم من كل التحطيم الذي يدو وبيكل الكلام على ذكر التحطيم أنا أشكرك أشكرك وأسف على المقاطعة يعني هناك من الناس من يعني من الذين يشتغلون بالسياسة مثل جنابك الكريم ودكتور رافع والمعادل للتحول الديمقراطي الذي جرى في العراق يقولون أن هذه النتائج العرضية التي ترتبت على الغزو الحقيقة هي عبارة عن نتائج عرضية هذه الكوارث وليست كلها مخطط لها أو ممنهجة أو مبرمجة ظهور الطائفية ظهور الفساد تحول العراق إلى معقل لما يسمى بالتنظيمات الإرهابية هذه نتائج غير مقصودة للغزو لم يكن في بال المخططين لم يكن في بال الأمريكيين ظهرت لاحقا هذا الدفاع مقبول؟ لا هذا قد يكون هذا غير مخطط له ولكن حينما طبعا هذه حجة أنصار الغزو والمدافعين والمشتركين نعم نعم ولكن حينما تتعامل مع البشر البشر يسيرون وفق القواعد التي يروها مناسبة البشر ليسوا آله الآله حينما ترفع الطفيها تفتحها تسكر الضو ينطفي تفتحها مرة ثانية الإنسان ليس هكذا هذه القوة الغاشمة الأمريكية أرادت تحطيم العراق وضعت كافة المتطلبات لتدميره جزء من هذه المتطلبات هو أن تجعل الشعب أو العراق أو العراقيين يدمرون وطنهم ويدمرون بلدهم لكن ما نسوا أن قد يكون هناك سيئين أنا أأكد لك أنه إذا حصل تغير في العراق كل هؤلاء الآن الذي يتحدثون بالطائفية وكل الأشياء التي يتحدثون بها السيئة سينقلبون غداً الشعب العراقي رأى بأم عينه في دائين صدام بعد أسبوع يتحولون إلى جيش المهدي العراق العراقيين شهدوا قادة سياسيين جاءوا على الدبابات الأمريكية ما رد أذكر اسمهم كلهم كلنا نعرفهم وأصبحوا يشتمون أمريكا هي اللي جابتهم العراقيين بشر والبشر يتصرف بطريقة تختلف عن الآلة البشر يستعمل معايير أخر وبالتالي هذه إن لم يكن قد خطت لها مباشرة لأنه لا تستطيع أن تخطط للأشياء العاطفية لا تستطيع أن تخطط للحب ولا تستطيع أن تخطط للكراهية ولا تستطيع أن تخطط للوطنية ولا تستطيع أن تخطط للإيمان هذه تأتي من طبيعة البشر الاحتلال وضع كافة المستلزمات أرسل لنا برامر خرب القوانين وخرب الدنيا جابوا لنا العملاء من بره وحرامية وإلى آخر يسلموهم الدولة جابوا إيران لكي تساعدهم على حكم العراق لأن الأمريكان غير قادرين على حكم العراق يستطيعون أن يستعملون قوة أمريكا لديها القوة الغاشمة الأمريكان لا يستطيعون على ذكر ما سميتهم بالعملاء أشكرك واضح وهذه نقطة مهمة حينها نسأل دكتور رافا دكتور الحقيقة من المفارقات الموجودة خلال عشرين عام أن هذه القوة الحاكمة الميليشيات والأحزاب الطائفية التي استعانت وفرحت بتسعة نيسان وشمت نساء من الحرية الآن هذه تقول أنها مقاومة إسلامية هي من طردت الاحتلال هي من تريد الإجهاز على بقايا الاحتلال تقول أنها في مواجهة مسلحة مع القوات الأمريكية هذا أيضا جزء من التزوير الذي تسير عليه هذه الطبقة السياسية هذا الرأي العام يصدق بهكذا طروحات الآن ما هو جزء هذا من هذه اللعبة التي جرت طوال 21 سنة أنه الخوانة يصبحون وطنيين تحدثوا لك بالوطنية من خانوا البلد لن يحكمون البلد في كل قوانين البلدان عندما يخون الشخص بلده يحاكم وربما يعدم لكن في العراق البلد الوحيد اللي يخون بلده يصبح قائدا في بلده قادة عسكريين وقادة السياسيين ويملكون ما يملكون قضية فيها تناقضات كبيرة فيها يعني عكس المنطق وعكس العقل هذا ما يحدث القوى التي ساعدت الاحتلال وجاءت في أثر الاحتلال ونمت في ظل الاحتلال وقاتلت العراقيين ودمرت العراق مع الأمريكان مع المحتلين واعتبرت جيش الاحتلال الأمريكي جيش تحريض الآن تسميها مثل ما حضرتك تقول أنه احنا فصائل مقاومة اسلامية ويجب أن يخرج الأمريكان ما هم الأمريكان وذول خونة ومخشوا وادم وشيطان أكبر طيب ما هم اللي جابوكم وانتوا تحت مظلتهم نميتوا وكبرتوا وقاتلتوا حتى العراقيين تحت هذه المظلة هم قاتلوا العراقيين ودمروا مدن عراقية هذه الميليشيات نفسها دمرت مدن عراقية تحت المظلة الأمريكية وبإحراسة القوات الأمريكية هذا جزء من لعب يتداخل بها الفكر الإقليمي والفكر الدولي أمريكا وإيران لديها مشاكل معينة في ملفات معينة هذه الأدوات في العراق التي تسمي نفسها فصائل مقاومة اسلامية أدوات إيرانية تستخدم بهذه الطريقة اليوم إيران إذا ما قالت أمريكا دولة رائعة ودولة ديمقراطية ودولة حرية ستقول هذه الفصائل التي تسمي نفسها اسلامية والآن تشتم أمريكا ستقول آمين وأمريكا عين الحرية وعين الديمقراطية هكذا يتحدثون لكن دعني مرة أخرى أعود إلى هذه اللب الذي وصلوا إليه الآن حكومة حكومة ميليشيات تحكم العراق بشكل واضح يعني كانوا يحكمون من وراء أغطية من وراء ستر ستر الآن يحكمون بشكل واضح إطار تنسيقي ميليشيات هذا الوضع وجاءوا برئيس وزراء الآن يتحدث بالمقالة اللي نشر بالفورين أفرز يقول أنه يعني إحنا الآن ساعدتنا الولايات المتحدة على الديمقراطية على نيل الديمقراطية هل في العراق ديمقراطية؟ يعني هل في العراق ديمقراطية حقيقية يتحدث ما الديمقراطية منهج حياة؟ هذا من البداية وخطوات تراكمية والمجتمع كله وهذا منهج حياة لا يمكن أن تستوى الديمقراطية مع فكر طائفي أحزاب طائفية وفكر طائفي وتصرفات طائفية وفكر معوج وولاءات خارجية وتقول لي ديمقراطية وشن الديمقراطية؟ وقال تخلصنا من القمع وال أي قمع؟ ما أنتو الجماهير التي تخرج في الشوارع وآخر ثورة تشريع 1200 شاب 1200 شاب قتلتوهم و30 ألف جرحتوهم قتلتوهم ميليشيات تركتو عليهم وقتلتوهم بالشوارع القضية الأخرى اللي يقول استخدام الموارد سوء استخدام الموارد أدى الذي كان السببب في المشافي الكبيرة أنتو هجرتو من العراقين 10 ملايين خيرة الكفاءات وقتلتو 2 مليون طوال عمر العراق 83 سنة و84 سنة من تأسيس الدولة العراقية الـ 21 لغير 2003 لم يقتل من العراقين مثل ما قتلوا في الـ 21 سنة ولم يهجر منهم ولم يهجر منهم مثل هذا لهذا العدد ولم يحصل تمزق للمجتمع العراقي مثل ما حصل فيه طيب ها موارد الموارد المالية 2 تريليون دولار بدتوها والعراق من سيئة لا صناعة لا زراعة لا تجارة اقتصادة يعتمد على موارد نفطية تأتي لكي تذهب أموالها إلى رواتب رواتب موظفين 8 ملايين موظف وينكو دولة بيها 8 ملايين موظف عددهم 40 أعلى دولة في التوظيف بالعالم حتى يشترون الأصوات هذا كل جزء فساد أعلى دولة في الفساد التعليم أسوأ ما يمكن الخدمات العدالة كل شيء بالعراق سيئ أنت تتحدث لي أن الموارد الآن شون تعدلت الموارد فأنت الموارد المادية والبشرية دمرت بهذا الشكل إذن التجربة كلها تجربة يراد من بعد وعند 20 سنة إسقاط العراق إسقاط العراق وإسقاط العراق يتقصد ضرب العراقين ضرب العراقين في معتقداتهم في فكرهم في هويتهم في انتماءاتهم وهذا ما حصل ولا الفكر الطائفي لماذا يشاع الفكر الطائفي في المجتمع العراقي بهذه الطريقة الفجة التي رأيناها وما زالت تجري بهذه الطريقة لماذا؟ لماذا هذه التقسيمات الطائفية بكل الحكم رئيس الفرلمان يجب أن يكون سني رئيس الوزراء يجب أن يكون الشيعي رئيس الجمهوري يجب أن يكون كردي لماذا؟ من قال هذا؟ وأي دستور هذا الذي يتحدث عن مكونات ولا يتحدث عن مواطنة؟ إذن كل العملية تجري ضمن مشروع لتخريب العراق لتدمير العراق لإسقاط العراق هذا كل الفكرة أستاذ صباح الحقيقة يعني اطلعت أنا على الكثير من البحوث وبحوث في مراكز بحوث سياسية وباحثين خلصوا إلى نتيجة واضحة ولا نقاش فيها لا يمكن إقامة ديمقراطية أو نموذج للدولة الديمقراطية أو الحكم الديمقراطي في العراق وفق الرؤية الأمريكية رؤية الاحتلال الأمريكي ولو القضية مضى عليها مو واحد وعشرين عام كما يقول أحدهم لو مضى عليها ميتين سنة بهذه الأسس بهذا الإطار لن يكون هناك ديمقراطية وإن أخذت من الديمقراطية شكل الديمقراطية وانتخابات هنا وهناك وطبع حتى المشاركات بالانتخابات عبارة عن عشرة بالمئة أولا موضوع الحديث عن الدمقراطية الدمقراطية هي إحدى وسائل إدارة الدولة هي ليست بالأهمية التي نتحدث بها نحن نستعملها كشعار للدمقراطية وديمقراطية وديمقراطية بالحقيقة الدمقراطية ليست بناء دولة بناء الدول يعتمد على تمكين أبناء البلد الغيورين على البلد بوضع الأسس اللازمة لتنظيم المجتمع وإدارة الدولة وهذا لا يتم من خلال ما يسمى بالعملية الدمقراطية اللي يسمون بها الانتخابات مع البرلمان ويتقاسموه على أساس حصص ومجموعات هذول السنة وهذول الشيعة وهذول الكراد وهل قد نسبة للمرأة وهل قد نسبة للمعرف إيش هذه ليست أسلوب لبناء الدولة وبالتالي ما موضوع في العرار حاليا اللي نبدأ من الهيكلية اللي هي الدستورة اللي وضعها نوح فيلدمن انتهاء مرورا بالسلطة القضائية غير المستقلة مرورا بالبرلمان الذي يضم ناس كل واحد منهم يتقاضى مرتبات أعلى من رئيس البرلمان البريطاني كل واحد منهم يكلف الدولة العراقية أكثر مما يكلف رئيس البرلمان في بريطانيا الحكومة في بريطانيا مرورا بعملية الوزارات وبيع المناصب التي تجري جهارا نهارا في البرلمان كل ما يريدون يسوون تشكيل حكومة دولة لا تستطيع أن تعين رئيس برلمان لأنه يريدون يتقاسمون سني وشيعي ولازم يكون سني مقبول للشيعة وشيعي مقبول للسنة واثنينهم لازم يكونوا مقبولين للإيران واثنيناتهم لازم يكونوا مقبولين للأمريكا هذا ليس أسلوب لبناء دولة وبالتالي الوضع الحاضر لا يعطي الانطباع أنه بإمكان أي جهة كانت حتى لما يتكلمون على الشيعة والسنة يعني لو عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإمام علي رجعوا الآن لحكم العراق ثنيناتهم لن يستطيعوا حكم العراق لأن العراق الآن كما لو كان يطلب إلى طبيب أن يجري عملية جراحية للقلب المفتوح ويعطى كافة المعدات والأدوية ويعطوا المساعدين لكن يقولوا له سوي العملية بالمزبلة طبعا هذا المريض يموت له شما تسوي له الوضع الحالي هو ليس وضع بلاء دولة والدولة ستبنى حينما يقوم أبناءها بلاءها شكرا جزيلا لضيفنا رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الأستاذ صباح المختار شكرا لضيفنا هنا في الاستولي الدكتور رافع الفلاح الكاتب بالباحث السياسي شكرا للمشاهدين الكرام حتى نتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة